في تقريرها الجديد أعادت منظمة العفو الدولية التأكيد على ما ذكرته في تقارير سابقة من أن قوات الأمن بما فيها فصائل الحجد الشعبي استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين فقتلت أكثر من خمسمائة منهم وأصابت آلافاً آخرين وتوفي ما يزيد عن 70% من الحالات نتيجة تعرضهم لإصابات بأعيرة نارية في الرأس أو الصدر المنظمة نقلت عن شهود عيان أن بعض المحتجين قتلوا بنيران قناصة وحاول مسلحون دهسهم بمركبات وتطويقهم في حي الزعفة رانية واستهدافهم بالذخيرة الحية بشكل متواصل فيما طاردت قوات الأمن محتجين واعتدت عليهم باستخدام قطبان حديدية وأعقاب البنادق في الخامس والعشرين من أكتوبر أطلقت قوات مكافحة الشغب في بغداد بحسب تقرير أمنستي أنواعاً غير مسبوقة من قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود بأسلوب وصفه شهود عيان يهدف إلى القتل لا إلى تفريقهم وفي الثامن والعشرين من أكتوبر أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين خلال احتجاجات غلب عليها الطابع السلمي في كربلاء وواصلت قوات الأمن استخدام العنف ضد المتظاهرين طوال نوفمبر ودائماً بحسب تقرير منظمة العفو حيث قتل في السابع والعشرين منه ما لا يقل عن 12 محتجاً في النجف بعد اقتحام القنصلية الأمريكية و30 على الأقل عندما هاجمت قوات أمنية مختلفة المحتجين في الناصرية كذلك تحدث تقرير العفو الدولية عن تعرض النشطاء وممثليهم المحامين والمصعفين والصحفيين للاعتقال والاختفاء القصري والترهيب على أيدي أجهزة الاستخبارات والأمن ومنعت السلطات الاتصال بالإنترنت للحيلولة دون تداول صور الانتهاكات